السلام عليكم النهاردة هنعمل الكورنب الأحمر المخلل بلونه الجميل ده بطريقة سهلة جدا ويتاكل تاني يوم على طول هنجيب كورنبة حمرة ولمونة واحدة ولمونة يعني تكون كبيرة شوية والكورنبة صغيرة حوالي 2 كيلو هنشيل الجزء ده من الكورنبة نشيل كل الأجزاء دي بعد كده نقطع الكورنبة نصين بالشكل ده بعد كده هنقطع الكورنبة شرايح رفيعة يعني احنا عايزينه يكون شرايح رفيعة هتشوفوا هوريكم دلوقتي الشرايح هيكون شكلها عاملت زي هي زهلة جدا وما بتاخدش اي وقت خالص في التقطيع لازم الشرايح تكون رفيعة بالشكل ده بعد ما نقطع الكورنب هنحطه في حاجة غويطة قطعناه كله بالشكل ده نفصل كل الأجزاء عن بعضها يعني ما نخلهوش لازق في بعضه بعد كده نضيف عليه اللمون نعصر اللمون عليه نضيف بعد كده نضيف على الكورنب معلقتين ملح صغيرين ملح الطعام العادي يعني مش الملح الخشل وكمان هنضيف نص كوباية خلي عبيض وممكن خلي تفاح بعد كده هنقلب الكورنب بالمكونات دي كويس جدا نفضل نقلب فيه حوالي 3 دقايق كاملين ممكن نقلبه بمعلقة وممكن نقلبه بأيدينا لماذا ضيف وماذا ضيف ماذا ضيف بعد كده نضيف بعد كده نضيف البترامونات ايزاز تكون مخصلة بمية سخنة ونشفة تماما من المية ونعبير البترامونات دي بالكورنب نكبسها كويس بالكرمب لازم البطرمان يكون مكبوس كويس جدا ومليان على الآخر أنا بعد ما بليت البطرمان خالص دغطت على الكرمب خالص بالشكل ده وجبت شوية كمان وضغطتهم في البطرمان جامد عشان يكون مليان تماما وما يكونش فيه أي هوا كده أنا مليت كل البطرمانات بكل الكرمب بعد كده هيتفضل مية الكرمب هحط في كل بطرمان شوية من المية دي وبعد كده هغطي البطرمانات بالغطة بتاعها لازم تكون متغطية ومقفولة كويس جدا وطريقة القفل الصحيحة إننا بنرجع الغطة مرتين للخلف كده بعد كده نقفل الغطة الأدام مرة واحدة ودي الطريقة الصحيحة اللي ما تخليش أي هوا يدخل جوه البطرمان وكمان ما تيجوا تفتحوه هتلاقوه مقفول بإحكام جدا زي ما تكون شايريين البطرمان لسه من السوبر ماركت بعد كده هنقلب البطرمانات كده على وشها لمدة ساعة كاملة بعد مرور ساعة هنعدل البطرمانات ونسيبها لتاني يوم على الرخيمة وده في الشتاء فقط بس لو في الصيف ندخلها جوه التلاجة وده شكت الكرامب بعد مرور يوم شايفين البطرمان مقفول جامد إزاي هنفتحو وهوريكو دلوقتي شكل الكرامب تاني يوم ده كده شكل الكرامب شايفين لونه حلو إزاي وكمان بيقرش وطعمه كمان حلو قوي الكرامب ده بيفضل كويس لمدة شهر كامل في التلاجة يعني بعد ما نفتحو طبعا بناخد منو بندخلو التلاجة نخرجو من التلاجة ناخد منو الكمية اللي احنا محتاجينها بعد كده ندخلو جوه التلاجة داني وبالشكل ده يفضل معانا طازة وكويس لمدة شهر كامل الكرامب ده ما بنستخدموش كمخلل فقط لأ احنا كمان ممكن نضيفو على السلطة ودي طريقة المطاعم في عمل المخلل الكرامب الأحمر هيفضل طازة معاكي ومحتفظ بلونه الأحمر الجميل ده لمدة شهر كامل في التلاجة وممكن لو الجو برد تسيبوه في المطبخ على الرخامة او تحفظوه بره التلاجة بس البطرامون اللي يتفتح تاخدو منو وتدخلوه التلاجة على طول ودي كده طريقة الكرامب الأحمر المخلل بطريقة سهلة جدا ونضيفة جدا وكمان طعمه حلو قوي اتمنى تجربوا الوصفة وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم موسيقى